باش بورد شوفوا الابداع نفس الديزاين اللي كنا مختارين في البداية اللي هو عشكال الهيكسيغان اليوم المنصة مختلفة تماما مختلفة من ناحية الابداع والاداء والتصميم كمان تذكر المدخلات تبعت المستخدم من ناحية الفيجول والنصوص داتا بوتون اليوم مشروع بيستيح لك انك تبني ويب ابليكيشن او مشاريع من خلاله باستخدام النصوص فقط او الصور وممكن تعطيه تصاميم وتعطيه اوامر ويعمل لك الويب ابليكيشن تبعك فاليوم راح نجرب الداتا بوتون صراحة هذا الموقع جدا ابداعي ونفس مبدأ تقريبا تيمبو لابس اي 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 حنشوف كيف اداءه وبصراحة انا يعني كثير شفت عمله ريفيوز فحبيت اجربه معاكم ونشوف كيف اداءه فالان احنا راح نتسجل بالمجان حتى نجربه وطبعا اشتراكه مش مجاني يعني لو بدنا نروح هنا ونشوف البيعيسنج في عندك بعشرين دولار شهريا بيعطيك انليميتد اي ابس وبلان ان بلد ويب ايجنت بتقدر تدخل على ديسكورد كميونيتي وويكلي كميونيتي اوفيس اوارز طبعا هذه البلان اقل واحدة موجودة عندهم ولكن اذا بتلاحظ في الصفحة الرئيسية هم معطيناك هنا ستارد فور فري حتى انك تتيح لك تجربة هذه المنصة فاحنا الان بيحكي لك let's turn your idea into exceptional software يعني حول فكرتك لمشروع برمجي اول شي بيسألك هي what are you building فهن لديك توصف له المشروع اللي بدك تبني فالان رح نختار فكرة ونشوف مع بعض فالان رح اعطي البرومت الفكرة انه اللي هي daily habit builder يعني خليك تبني كل يوم عادات جيدة وهذا الweb application بيساعد المستخدمين انهم يعملوا track للdaily habits يعني يتابعوا العادات اليومية باستخدام طبعا الai powered motivation system واليوزر بيدخل طبعا ايش هو بده يعمل عادات يعني يبنيها ويضل ماشي عليها يوميا من العادات الجيدة منها مثلا اللي هي شرب ماء ثمن كاسات في اليوم exercise for 20 minute يعني تطريب رياضي لمدة 20 دقيقة والاخرية الان اعطيتوا فكرة رح يعمل continue الان بحكي لي recommended يعني بيوصيك انك هل تستطيع انك تعمل upload يعني ترفع اشي مثلا هون requirement او user story او specification او codes انا ما عندي مبدئيا رح نعمل skip بيحكي لك هون do you have a website or an image we can use for inspiration لان بيحكي لك هل في عندك انت مثال ممكن تعطيني ايا اشي عاجبك انت وحب انه سبيلك اشي زيه فممكن نبحث عن daily habit builder فكرة مثلا من الافكار اللي يكون اللي هون daily habit tracker مثلا هيا نشوف شو في صور web application ممكن نعطيه هذا المثال انا شايفه كثير حلو انا شايفه كثير حلو رح اعمل له copy واجه حط له ياهون paste هي اخذ الصورة الان حامل له continue بيحكي انه هل بدك تعمل مع ربط مع الفاير بيس او السوبر بيس فانا هحكي له لا مبدا يمنى ولكن هذي ميزة حلوة موجودة هون انه بيقدر بسهولة يربط لك ياه بالفاير بيس والسوبر بيس عشان قاعدة البيانات وممكن كمان تربط ببوابات دفع مثل السترايف والليمون سكويزي الحلو في data button انه هو كثير ريوزر فرندلي او صديق للمستخدم يعني يخليك تشعر انه انت مش بحاجة تفكر كثير ايش التك ستاك او التكنولوجيا اللي انت محتاج تستخدمها حتى ممكن يربط لك بالجوجل كلاود storage وال aws s3 عشان ترفع ملفات على السيرفرات وعشان نكسب الوقت انا رح اعمل continue without integration يعني من غير ربط في الفاير بيس او السوبر بيس اللي هم third party applications ولكن هذه الميزات ما كنا نشوفها كواجهات امامية يعني صديقة للمستخدم عم بنبهك وعم بيمشي معك بخطوات اصلا زي كانت قاعد مع شركة برمجة عم تمشي معك بالخطوات السليمة حتى يعرف ويبنو لك المشروع تبعه فالان هو بيعمل لي creating the application او عم بيعمل لي المشروع تبعي فراح نستنى يخلص ونشوف النتائج تبعته طبعا الان بلش يعطيك our plan to build the habit app وبلش يكتب لك الخطة كاملة لهذا المشروع فمثلا بلش لك في create and interactive landing page يعني واجهة امامية او صفحة هبوط التفاعلية وفيها المبدأ تبع المشروع وبعدها اللي هو ال setup firebase create habit dashboard يكون في داشبورد سخاصة فيك build the habit creation and management functionality اعطاك plan كاملة للمشروع فبدك انت الان طبعا هون بالفكرة انو بحكي لك اوكي هدول كل اياتهم تدوه تمام فرح نيجي نحكي له اوكي start للتاسك الاولى فقسم المهام لتاسكات وهذا اللي بيخلي data button صراحة ناجح كثير انه هو بيحط خطة وبيقسمها على مراحل دائما اذا انت بتنجز اي مهمة كبيرة افضل اشي فعليا انا تجربتها كمبرمج بحياة المهنية والعملية انك انت ما تاخد المشروع مرة واحدة تحكي اوف كيف دي ابني كل هذا لازم تقسمه لاجزاء كل ما قسمته لاجزاء صار عندك خطة واضحة للشغل كل ما انت كثير سهل انك تقدر تطبق هذا الاشي وتنجح في انشاؤه فراح نمشي معاه بالخطوات والحلو هنا عم بعطيك انه انت اصلا لوين واصل الان فيه ميزات data button انه هو بيتذكر المحادثة تبعتك وبيتذكر ال application شو فكرته وشو ال design اللي انت حددته او اعطيته اياك مثال فما بيطلع عن النمط اللي هو ماشي فيه يعني ما بقعد يلخبط لقدام كل ما تعدل عليه اشي او تطلب منه تعديلات بيظله ماشي عن النمط اللي انت عم تمشي معه فبتحسه بيتبع معه فالان هو شغال انا مستناه يخلص المحام تبعته والواجهة الامامية صراحة كثير حلوة وسلسة ما رح تول عليكم حان ستنى نخلص حعمل pause ونشوف ان شاء الله النتائج هذا النموذج طبعا هون اذا بتروح على ال preview فراح تبلش تشوف الكود تبعك في هون ال pages اللي هي صفحات ال ui components وال ui files ملفات الواجهات الامامية ال apis اذا في ميديا ملفات صور وانتنا ال storage كل هذا بيقسم لك اياه وال overview هون ببالش يفرجيك كمان لال project بشكل عام على شكل h cards اعمل لك ال page الصفحة ال components اللي هي اجزاء التصميم تبعت هذا ال application او المشروع فبشكل عام انا شايفه فخم خلينا نستنى على يخلص التاسك تبعته ورائتين كود هون ونشوف النتائجة بالنهاية طبعا الان هو بيحكي لي انه خلص اللي هي h a b واحد اللي هي التاسك الاولى من اللي plan او الخطة تبعت المشروع فبيحكي لك هل بتحب انك تعلمها as marked as done انه هل منتهي هاي فهون اعطاك طبعا شرح كامل ايش اللي plan one شو هي وشو متضمناتها فممكن انا اجيحكي له yes mark as done حتى يحكي لك oops i ran into an issue please start new احكيك انا صافي عندي مشكلة بلش باشي جديد فممكن نجي نعمل له start task ثانية اتوقع لازم يخلص كل التاسكات وبعديها بيكتمل المشروع ويكون النتيجة طبعا في التاسك الثانية هون بيحكي لي انه بدي يضيف ال firebase فانا هون رح حكي له okay add firebase فبيعطيك الخطوات كيف انك ممكن تضيف ال firebase فبيحكي لك مثلا اول اشي ادخل على ال firebase configuration ممكن اكبس عليها حيودينا على firebase تبعي بعدها بيحكي لك انه under project setting تحت الاعدادات رح تلاقي هاي الاعدادات اللي هون complete this steps in firebase console بتروح على config authentication setting بيحكي لك انيبل اي ميل اند جوجل ساين ان بدك تضيف الدومين اللي هو data button وبعديها اوبشنال هذي اختياري اذا بدك تعمل انابل ال data base تبعت ال firebase فانا الان وداني على ال firebase رح اربطه نشوف كيف طبعا الان انا انشأت مشروعي جديد في firebase حتى اني اقدر ادخله واربطه على ال habit app اللي هو تتبع ال data button فالان يحكي لي your firebase project is ready جاهز رح نعمل next وبعدين نرجع على الخطوات اللي هون بيحكي لك under project settings سنروح على project settings على اعدادات بعدها بيحكي لك انه your web app firebase configuration رح ندور عليها نشوف وين موجودة ممكن نحط هذه web application my web app ممكن نسميه habit web مثلا طيب register ورح يجي يعطيك اللي هي الاعدادات اللي احنا محتاجينها ممتاز الان بعد ما انشأنا المشروع اعطاك ال configuration هاي هي الاعدادات اللي احنا محتاجها رح نعملها copy وينيجي نحطها مكان تمام هيك احنا صار عنا ال firebase configuration اعدادات ال firebase حانيجي نعمل continue to console حنيجي نحكي له هون طبعا هون complete the steps in firebox بحكي لك authentication setting نروح على الاعدادات بعدين بدك تضيف اللي هي command enabling email حنيجي نعمل get started authentication email ممتاز وشو حكي انا كمان نفعل and google sign in بارش اذا هاي موجودة passwordless اوكي whatever ممكن نعمل هاي اوكي save email add new provider رح نحط اللي هو sign in with google ممكن هنشوف هون مثلا project not configured ممكن نحط الايميل تبعي save لان مفروض احنا فعلنا google login وفعلنا الايميل login زي ما هون هون وصف الايميل والgoogle sign in بعديها هنيجي نروح على authorized domain نكبس عليها وتضيف link to user email وين في هون authorized domains يا سلام هنيجي نضيف ال domain هذا هي add domain ونحط حتى يعطي الصلاحية لل data button انه على مشروعك ال firebase يدخل عليه ويتعامل معه فاون احنا نندخل هذه كمان copy هنيجي نعمل هي احكيلي انه user name اتوقع هون عندي اوكي اوكي انا ما عندي user name يمكن هون اوه اطلعت منها مقال طبعا هون اعملت continue واخلصت الاعدادات الان هو اعمل التست لل llegó uncontroll fordi login و Ske설 and configuration حتى يوضبط ال API tro preferable authentication فwha الان من المنشى بالخطوات رابطام الفير bas نتوقع الان على وشك ان يخلص الان بيعمل بيعمل ورس باستغل طريق مئة بالمئة فهذا الاشي الطيب فهلا هو بيحكي ان الخطوة change في المشي وفكه الحلو كمان في اللموذج اللي حاطينه الـ data button وفيه لموذج ذكاء الصناعية لابعه نموذج التفكير ليس فقط ينفذ كود لديه إمكانيات التفكير أغلب النماذج الذكاء الاصطناعي يضيفه ميزة التفكير ديب سيك أروان جيميناي فلاش تينكينج عندك جروك ثري وعندك شات جي بي تي او ثري و او ون هذا الحلو فيه بساعد أن يكون نموذج ذكي متفوق حتى يقدر يعني يبني مشروع مع تفكير مع تأني مش بس حافظ أجوي ومدرب عليها اوكي يا جماعة الآن عملي ديبلوي طبعا هو وصل للتاب ثري الابداع اللي طلع لي اياه بلد ابتر هابت وان داي ات تايم طلع التصميم قديش فخم وحاطي لي اياه بالهيكسيغون اللي هو الشكل تقريبا المربع والسداسي وحاطي لي هنا كمان تصميم كثير راقي صراحة وعطاك هنا امثلة انه ايش الديلي هابت ستبعونك وانه مكتمل منها يعني عم فرجيك لانيك بيج كثير راقي وبحكي لك انه هون كريت يور فري اكاونت نوعا ما هو جاهز طبعا هنا رح نحط له انه التاسك 3 انتهت حنيجي نحكي له التاسك 4 بس عمل لي ديبلوي رفع لي اياه وعطاني دومين وحتى عمل لي لوغو هون انا شايف انه صراحة اجمل منصات الذكاء الصناع اللي استخدمتها في بناء مشاريع انا شايف كثير فخم يعني هاي لانيك بيج بدك ديزاينر واحد فخم يعرف يعكس لك الفكرة المشروع بهاي طريقة واحد يعرف يصممها ويعكسها كمان كاتش تيميل و سي اس 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 و جافا سكريب حتى تطلع فيه يعني لما تأشر على ال الفيتشورز اللي هون عم بيضوي يعني مستخدم سي اس اس و ستايل والوان كثير حلو متناسقة حلقة ايكونز يعني بروفيشنال لابعد الحدود صراحة انا استنى كمان يخلص التاسكات اللي هون والاخر رح نختبره للمشروع كامل نشوف كيف رح يكون هاد الهبت قاب اللي انا بنيته وعلى الاغلب شكل رح استغله واطلقه خلي الناس تستخدم هاد المشروع ممكن اطلع منه فلوس خلينا نجرب الله لو كبست عليها اوف لوقن وث جيميل و ايميل جهز لكل اشي يعني مش زي بولت نيو كان دائما يعطيك مثلا شغلات الشكل مش مكتمل في كبستات مش شغالة لازم تطلق تحكيله او بس انت انسيت تعمل اللوغن انت انسيت كذا 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 انا شايف انه مجهز لكثير امور شبه المشروع كامل خلينا نشوف هنا عم بيشتغل لساته رح اوقف الفيديو كمل التاسكات كاملة ونشوف النتيجة واخيرا يا جماعة خلصنا تقريبا 6 تاسكات للأسف وصلنا لعند مرحلة حكالي انك انت خلص الرسيد تبعك بس شو الحلو انه المشروع شبه اكتمل يعني اللي ضايل التاسكات بسيطة ممكن انه اذا بدي انا اشترك وكمل فانا بصراحة ممكن اشترك فيه لاننا شايف انه بصراحة بيستحر ولكن خلينا نجرب مع بعض ونشوف المشروع بعد ما اكتمل رح نعمل login ونجرب امكانية login طبعا هنا للتنبيه يا جماعة الرابط اللي اعطاني اياه لازم تضيف هذا الدومين على الـ firebase وتضيفه هنا على الـ authorized domain زي ما ضفنا الـ button.com برضو لازم نضيف رابط المشروع تبعك اللي هو انا سويته الآن ضفناه عشان يقدر يخولك تستخدم sign in with google يعني او gmail بيطلع لي الـ authorize بتختار اي ايميل لدك تعمل login with gmail مبروك عليك انت الآن عملت login login شغال يا جماعة اللي عم بقدر ادخل على الداشبورد شوفوا الابداع نفس الديزاين اللي كنا مختارينه اللي هو اشكال الـ hexagon او زي خليط النحل وحاططت لي امثلة هنا انه الدرينك ووتر الاكسرسايز ريت قراءة مدتات اللي هي معالجة يعني التأمل والـ steps خطوات المشي والـ coffee limit اذا شربت كم كاسة فضايف كل هدول بقدر اضيف habits يا جماعة اوكي مش شغالة للأسف manage habits برضو مش شغالة اوه انا شايف انه هون معطيني ايام فيها امثلة بس للأسف يا جماعة مش شغال انا المشكلة انه خلص رصيدي حبيت افرجيكم التجربة كاملة للمجاني انه ممكن لوين توصل في المشروع بصراحة يستحق يعني كونك انت شفت المشروع كيف طالع حرام انك تضيع هيك مشروع عشان 20 دولار بالشهر كمان يعني انت رح تستفيد منه ببناء مشاريع تاني فانا بحكي تيجي هون تشترك فيه انا رأيي الشخصي وطبعا فيه هنا اشتراكات ثانية بس دول كثير كبار ما قرأت عنهم كثير بس هنا يعطيك اكيد امتيازات ضخمة فانا اتوقع انه مبدئيا انت اذا تربت شفت النتائج حلوة زي ما انا شايف يعني هون بس بظل انه نكمل نعمل سبسكرايب واجح كيلو طب اسمع هاي كبسات مش شغال شغالي اياه فعجيب بعدين هاي الايام بفرجيك بالايام انت بترجع بالتواريخ معبيلي اياهم داتا امثلة وداني على اليوم شايفين فكل ايام هون معبيلي اياهم كامثلة بقدر اظني اتبع واشوف انا الانجاز تبعي اليومي فمثلا بكرة لسه مش معمول فانا كم من ضمن الهابتس العادات تبعتي اللي هي القراءة والشرب الماء هدول العادات يومية وتمارين رياضية والمديتيشن الخطوات المشي شرب القهوة هاي الاشياء الروتينية اليوميا انا قديش منجز فيها كل يوم عشان تشعر انت بانك انت عم تطور عم تعمل اشي منيها المشروع كثير رائع اترك لكم التعليق احكوا لي شو رائعكم في المشروع وشو رائعكم في الاداة انا شايفة كثير فاخمة ورائعة و لحد الان ما في اي نموتج او منصة دكاء استناعي قدرت تشتغل هذا الشغل بهاي الجودة وبهاي الطريقة اللي هي بلانز 1 2 3 4 الى اخر هاي التاسكات اللي خلصت implement habit tracking and completion build a habit creation and management functionality create a habit dashboard set up firebase interactive landing page كل هدولة سوال اياهم ضي اللي بس هاي مع ال ai بربطها حتى يعطيك تحفيز وكمان هون design implementation simple state هنا اتوقع لو كملنا التاسكين هدول رح تكتمل معي الكبسات وتصير هدول الشغلات وهون تقدر تعمل manage لالهابتس يعني ممكن تحذف انا ما بدي اتمرين رياضيه في اليوم خلاص بشيلها بخلي عني مثلا شرب المي وقراءة كتب حسب انت هواياتك تقدر تكبس هون ادهبت ممكن الصلاة ممكن اشياء ثانية الذهابين للعمل الى اخرين ونهون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى يكون اعجبكم وشكرا لكل حدا وصل لهاي اللحظة انتوا اسطوريين وفخمين السلام عليكم